الأباء الموقرين كهنة الإبرشية السادة الأراخنة الأفاضل أعضاء المجلس العام للإبرشية أقرأ عليكم هذا البيان اللي أصدرته الإبرشية ترفض إبرشية الكنيسة القبطية الأورذوكسية بهولندا التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الهولندية بشأن تطورات الحالة السياسية والاقتصادية من خلال نشر تقرير كاذب وغير دقيق ويحمل نهجا غير متوازن كما أنه يمثل تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية المصرية واستمرار نهج والدعاءات ومغلطات باطلة تستند إلى تقرير مجبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة تنشر عن مصر منذ صورة 2013 وحتى الآن إننا نطالب باسم شعب الكنيسة القبطية الأورذوكسية بهولندا نطالب وزارة الخارجية الهولندية ووزارة العدل بمراجعة لموقفها واحترام سيادة مصر والابتعاد عن الأكاذيب التي ذكرت في التقرير منها التعذيب والاختفاء القصري وحبس المعارضين وتقييد حرية الصحافة كما نؤكد أن هذه المعلومات كلها غير صحيحة فالتقرير المزعوم الذي أعدته وزارة العدل والأمن من أجل مصير اللاجئين المصريين بهولندا ذكر أكاذيب كثيرة من أجل تسييس قضايا اللجوء لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية وبإسم إبرشيات الكنيسة القبطية الأدوكسية بهولندا نؤكد أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تعلو فيها سيادة القانون ومفهوم المواطنة في مصر وأكبر دليل على ذلك أن أقبط مصر يعيشون الآن أزهى العصور فمنذ تولي الرئيس تم إصدار قانون بناء وترميم الكنائس في العام 2016 والذي يعد من أهم مكتسبات دولة المواطنة وهما أتم تقنين 2020 كنيسة ومبنى حتى الآن ليكون بذلك رقما تاريخيا كما نذكر أيضا أن الدولة المصرية قامت بإعادة نحو 80 كنيسة إلى حالتها الأولى بعد اعتداء الإخوان عليها في أعقاب فضع تصمي ربعة والنهضة وتم تخصيص 41 قطعة أرض لبناء الكنائس بالمدن الجديدة وترميم وتطوير 13 كنيسة ودير أثري كما يتم العمل على إنشاء 42 كنيسة أخرى على مستوى الجمهورية في المدن الجديدة كما تكلفت الدولة بترميم كنيسة السيدة العزراء المعلقة في مصر القديمة بتكلفة وصلت إلى 101 مليون جنيه كما نذكر أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو حريص على حضور احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وزيارة الكاتدرائية وهو بذلك أول رئيس جمهورية في بلادنا يقوم بهذا وتعلن الكنيسة القبطية بهولندا أنها ستحاول جاهدة عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولين وبرلمانيين هولنديين في أقرب وقت لنقل رفض هذا التقرير المشوه ونقل الصورة الحقيقية حل الوضع في الجمهورية الجديدة من تطور اقتصادي تشهده بلادنا العزيزة مصر شكرا على المتابعة